انا ضفتك لان انا بصراحة انا مكنتش مصدقة ان الكلام حقيقي يعني انا كنت فكرا ايه حاضر من عيني فانا انا جيت النهاردة منبهشة ومش مصدقة انا ملحيتش ازبط على فكرة كانوا ممكن يبقوا 100 200 كل دوار ده ماشا الله طب انا عايزك يتكلميني بصراحة لما انا دبستك خالهوا وقلتلك انا عايزة اشوف حالات افضل لا لا قلت حديث بالعكس ده انا اللي بكون حبة جدا ان انا اجيب حالات فقدة للوزن ده يكون صفورت قوي لمن يعاني من زيادة وزن لما حد يشوف قدري اقول انا زي انا قدرين وان اشوف احمد barley ا Спасибо حد يشوف امي يقول ن زي ا Middle Eastern مروانز ك least يعني كلهم كلهم دعم الناس اكيد في يوم من الايام حد جاف قدري وقال على انا عايزة بقى زي حد يشوف ايه بقى انا عايزة ايiyoruz حد شوف ايمان قلنا عايزة اي شي حد يشوف دى كله الإدا دعم كل دول دعم مبادرات يا اللهم لك ألف حمد دي المبادرة والستة ست مبادرات يعني ست سنوات على التوالي اللهم لك ألف حمد كل المبادرات ويعني اتكرمت في عنها في أكبر مهرجانات مصر أنا نسيت سنية واحدة بقى التكريم أنا عايزة كلنا نسقف لدكتور دعاء ببارك لدكتور دعاء والحياة حصاد السنة اللي فاتت مش بس الحالات العظيمة اللي احنا شايفينها لأ تكريمها من أكبر جهة تكريم ديرجاس 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 اتكرم فيها تقريبا معظم الأوائل اللي في مجالهم حققوا أكبر نسبة نجاح يعني نذكر كده من ضمنهم مثلا الأستاذة إسعادي ونس أعظم إعلامية ونقليب الموسيقيين ونقليب الموسيقيين نسعوا ما شاء الله وفنانين كبار جدا جدا وحضراتي كنت يقولتين أنا قاعدة على التربيزة لجنب لجنب مدام إسعادي مدام إسعادي يونس التكريم ده مش أي حد بيتكرموا لكن فعلا صفوة الصفوة فأنا ببارك لك الله يبارك في عملك على تكريم ويا رب دايما تكريمات كتير وكمان أنا عارفة إن فيه تكريم مهم جدا في الإمارات إن شاء الله في شهر يناير بإذنني تكريماتي في المهرجانات دي شرف وحاجة بتبسطني قوي بس اللي بيفرحني أكتر أما مثلا حد من الحالات يقول لي ربنا يبارك لك أنت كنت سبب دعوة مندي هي أفضل من ألف تكريم شهادة لله يعني وكلهم أنا بشوف يعني لولا دعموهم وإنه يعني وثق في دعاء سهيل إنه هو يخس أونلاين يعني في البداية إنه هو ينصق في طبعا ما يعرفش إذا كان هيخس أو لا فأنا اللي مبسوطة وأكيد ممتنة ليكم ومبسوطة جدا اللي أنتم معايا النهاردة سمار نجاح لي ودعم لي وإنتوا اللي ليكم الفضل في دعاء سهيل والله العظيم إيه الجمال ده إيه الجمال ده جماعة يعني أنت بتطواري كده وتطواري اللهم لك ألف حمد كل الحكاية يعني أنا ما عملت السحر لا 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 في السحر ده لأ أنا والله هو توفيق من عند الله لأ أنت الناس بتبقى قبل ما تجيلك حاجة وبعد ما بتمشي معاك يمكن في شهر بباني النتيجة في شهرين النتيجة تكون أعظم في ثلاثة وشهر أعتقد بيبقوا وصلوا تقريباً للمسالية يعني أنا قعدت مش هجزب عليكي قبل ما نوعد القهد دي وده عبست كده مع كم حد الحقيقة المدهش إن الناس دي كان لها تجارب قبل كده فشلت يعني كان لها تجارب أجربوا قبل كده يعني إن شاء الله أسامي طبعاً الحمد لله أنا نجحت معاهم يعني لما لا كانت الحمد لله طيب أنا عايزة بصي بقى أنت تشاوريلي على طبعاً كل الحلاب دي طب مين هنا خاسس سبعين كيلو تمانين يا نها انت ثاني إيه دا؟ أيو أيو سبعين كيلو دا لس؟ دي خمسة خمسية ينفق خمسة خمسية صلى الله إيه الأرقام الحلوة دي صلى الله